السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس المسؤولية الاجتماعية للصف التاسع بداية خلينا أشرح الحديث وهي قصة أصحاب السفينة كان هناك سفينة كبيرة في البحر وكان صاحب السفينة أمرهم بقرعة ليقسمهم على أعمال السفينة فمنهم أعلاها ومنهم أسفلها فعندما عملوا القرعة ووزعهم كل بحسب عماله أما الذين كانوا في أسفل السفينة فقد تعبوا كلما أرادوا الصعود إلى أعلى السفينة لجلب الماء والطعام فقال أحدهم لما لا نثقب السفينة ونصبح نشرب من هنا بدلا أن نصعد فنهاهم البعض فلو تركوهم لغارقة السفينة فشبههم النبي هؤلاء الذين نهوهم عن هذا الفعل شبههم بالقائمين على حدود الله أي بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وشبههم بأنهم سبب النجاة هذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل كان أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي إلى المدينة وكان أمير الكوفة في عهد معاوية بن أبي صفيان بين المعاني والمفردات والتراكيب القائم على حدود الله أي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ثانيا الواقع فيها المخالف ثالثا استهموا أي بمعنى طلبوا القرعة أربع أخذوا على أيديهم أي منعوهم عما أرادوا شرح الحديث ينبه النبي الحذر من المعصية وخطرها على المجتمع وأنه منعصى ووجب علينا دعوته للحق وإلا سنحاسب وسنتحمل خطأ هذا العاصي طيب من صور المسئولية التي تناولها الحديث التعاون على البر ثانيا محاربة الإثم والعدوان ثالثا الإصلاح بين الخصوم رابعا التعاون في تربية أبناء المجتمع على نهج الكتاب الله والسنة النبوية الشريفة حل الأسئلة يا شباب وحل الواجبات بتسلمهم كل يوم خميس فقط لا تبعثوهم